السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر البط من الوسائل التي يستعملها أحد الدول وهي بالخصوص الصين في محاربة ظاهرة الجراد فتستعين بجيش من البط يتكون من أكثر من مئة ألف بط لمحاربة الجراد وذلك لسهولة السيطرة عليه إذ يفضل البقاء ضمن مجموعة واحدة عكس الدجاج وتسهل السيطرة عليه كما تلاحظون في الفيديو ويقول خبراء الصينيون أن البطة الواحدة تستطيع التهام حوالي أكثر من مئتين جراد يوميا وهو ما يساهم في القضاء عليه في وقت قصير ويضيفون أن البطة في هذه الحالة يعتبر سلاحا بيولوجيا وهو أفضل بكثير من المبيدات الكيماوية التي تلحق ضررا بالنباتات وأيضا بالإنسان إلا أن هذه التجربة الصينية ليست صالحة في الدول الصحراوية إذ قامت الصين بإرسال جيش من البط إلى بعض الدول كالباكستان لمساعدتها لمحاربة هذه الطاهرة من الجراد إلا أنها لم تنجح معهم لأن الجو هناك صحراوي ففي المناطق الصحراوية والجفة لا يمكن اعتماد هذه الوسيلة إذ البط يعتمد بشكل أساسي على المياه فشكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر